طبعاً إن إحنا نفضي خزان المشاعر وكل اللي إحنا اتكلمنا عليه شكله سهل وبسيط هو بسيط بس مش سهل بمعنى إن إحنا دايماً بنبقى مستنيين نتيجة سريعة عايزين نعمل حاجة ونحس التغيير في ساعتها فيه وقتها نحس فيه بالتغيير بس التغيير الحقيقي بيحصل لما منداوم على التفضية ديت لإحنا كل واحد على حسب سنه قاعد طول حياته بيتعامل بأسلوب معين خايف بطريقة معينة حاسس إن الناس ممكن تكون بتضطهدوا لإنه تعرض للتجارب معينة فدي بتاخد وعي من نفسنا إن أنا بتدي أقرب من نفسي أكتر مش أقرب من الناس التانية مش بقول إن إحنا نبعد عن بعض بس مش أنا أقرب من هما بيفكروا فيي إزاي وده زعقلي وده دايقني وده خنقني أنا عرف أنا بفكر أنا دلوقتي لما حاجة موقف زي ده بيديقني لإن لو جبنا اتنين اتعرضوا لنفس الموقف بالزبط حتلاقي إن كل واحد شايفوا بطريقة غير التانية والالتان ممكن يكونوا متدقيين جداً بس ممكن واحد ده بيحسسوا إن مفيش حد بيقدروا إن مفيش إنه هو وجوده مش مهم وحد تاني يحس لأ ده محدش بيحترمني فيه فرق بين التأذير والاحترام وكل حاجة لها إن الواحد يتعلم يديها لنفسه بمعنى يديها لنفسه طبعاً ده حاجة صعب قوي لأن إحنا علشان بندور على الناس التانية وشكده ساعات لما اتكلمنا إن المشاعر الإيجابية مش صديق لما أنا مثلاً بد من شعور معين يبقى لي يا صديقة دايماً بتحسسني لأنها بتسمعني إن إحنا قريبين من بعض فممكن ارتبط بيها بشكل مرة دي واخنقها لأن هي بتديني الشعور دوت فعايزان منها طول الوقت ولو هي حصل لها حاجة طب أنا الشعور ده حروح ياخده من عند مين فمهم إن إحنا ندي الحاجة دي لنفسنا أنا مرة صراحة ودي عجبتني جداً كنت بتفرج على طفلة صغيرة تسقف لنفسها دي كانت لحظة بالنسبالي خلمة العبقرية لأن إحنا وإحنا صغيرين كنا متعودين إن أهلنا بتسقف لنا على أي حاجة نعملها نقف ونقع بينا تسقف لنا نرسم شغبطة إحنا أحسن نرسمين في العالم فبندور بعد كده اتعودنا إن دايماً لازم حد يقولنا برافو انتم شاطرين برافو انتم شاطرين ويسقف لنا فبندور ندور عليه عند الناس حد يقولي برافو انت عملتش شغلنا ذي كويس إن مفيش حد زيك حلوة قوي لما يجينا بس خدوا بالكم مشاعر إيجابية بندمنها ممكن تخليني عودة أشتغل ساعات زيادة عن اللزوم علشان كل المديرين بتوعي يبقوا سعاداء أبابية وبقى الموظفة المثالية مثلاً أو أبقى الزوجة اللي ما حصلتش على حساب نفسي مثلاً فده بيعمل يعني بيحبسنا في إطار معين فالمهم دايماً ما أفتكر البنت اللي كان منسقف لنفسها أقول طبعاً نسقف لنفسنا إحنا ما عندناش رحمة بنفسنا دايماً بنحاسد نفسنا حتى لو إحنا مش واخدين دالنا بشكل قاسي جداً ودايماً بنشوف نفسنا مش كويسين بالشكل الكافي لأن لو إحنا شايفين نفسنا كويسين بالشكل الكافي في حاجات كتير جداً مش حتضايقنا فعايزين نفتكر إن إحنا دايماً نسقف لنفسنا